بداية الحابين نعرف من حضرتك إيه هي أسباب ارتفاع معدلات الولادة القيصرية غير المبررة ما بين قصين وانخفاض نسبة الولادة الطبعية أولا مقدمة بسيطة سنة 2005 كان معدل الولادة القيصرية في مصر حوالي 20% ارتفع في 2008 ل28% في 2014 المسح الصحي الديموجرافي في مصر طلع أن هي ما يقرب من 52% وكنا ساعتها تالت دولة على العالم في معدل الولادة القيصرية بعد البرازيل والدوماني في 2021 الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء طلع إحصائية بأن الولادة القيصرية أصبحت في مصر 72% رزب كبير وده طبعا أعلى معدل في العالم وعشان كده يطلق عليه حاليا أن إحنا عندنا في مصر وباء الولادة القيصرية يعني إحنا أكبر دولة في العالم فيها نسبة ولادة القيصرية 72% ده أكتر دولة في العالم فيها ولادة قيصرية طبعا في أسباب كثيرة للموضع عشان برضو كان زمان بيقال إن الولادة القيصرية زيادة في مصر إن الأطباء بياخدوا أجور أعلى في الولادة القيصرية وأنا بصراحة مش شاف إن ده السبب الرئيس بدليل إن إحنا وصلنا حاليا إن بقى المستشفات الحكومية بتقارب المستشفات الخاص يعني هو 72% ولما فصلوا بين الخاص والعام لقوا إن في القطاع الخاص 81% وفي القطاع الحكومي 63% فبرضو ما زلنا 63% ده رقم يخد فهناك أسباب أخرى إحنا فيه قرار من أستاذ دكتور خالد عبدالغفار وزير الساحة والسكان بتشكيل لجنة عليا لخفض نسبة الولادة القيصرية غير المبررة ممكن أقطع حضرتك آه طبعا ليه يعني ليه الخفض يعني إيه اللي ممكن يكون مؤذي في الولادة القيصرية علشان كده فيه توجه من الدولة إنه يحصل خفض لهذه هنتكلم على مخاطر الولادة القيصرية بالنسبة للأم الأول أولا مضاعفات التخدير ثانيا زيادة احتمالية احتياج الأم لنقل الدم بما له من مخاطر الحاجة الثالثة بيحدث التساقات في أي عملية جراحية بيحدث بعض الالتساقات بيحدث التساقات ممكن بين الرحم والمسانة والأمعاء الالتساقات دي ممكن في أي عملية جراحية مستقبلية بتزيد صعوبتها وممكن يحصل إصابة للمسانة أو الأمعاء كمان الالتساقات دي ممكن في المستقبل تؤدي إلى تأخر الحمل عند السيدة لو الالتساقات دي عملت انسداد في أنابيب فلو أيضا أي عملية جراحية معها زيادة في نسبة الانسداد التجلطي للأوردة في الصاق وفي الأوردة الرئوية وده ممكن يبقى يؤدي إلى الوفاة لو في الأوردة الرئوية في بعض الحالات أيضا بقت عندنا حالة منتشرة نتيجة زيادة القيصرية هي عيوب في اندغام المشيمة في الرحم وعيوب اندغام المشيمة اللي هي المشيمة الملتصقة دي بتبقى عملية صعبة جدا والسيدة بتحتاج غالبا لنقل دم بكميات كبيرة والرعاية مركزة والاستقصال الرحم في معظم الحالات فهناك مخاطر عديدة للولادة القيصرية أنا برضو بركز على كلمة الغير مبررة لأن في بعض الحالات لازم أكيد حنلجأ للولادة القيصرية لا بس لما يبقى فيه دواعي طبية بيها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر